في مدينة نيويورك حيث الإجارات خيالية وحيث يعيش المزيد من الأشخاص لوحدهم يجري العمل على مشروع مساكن مصغرة من المرتقب أن تبصر النور قريبا بعد أن كانت محظورة لفترة طويلة ومن المفترض أن يفتح مبنى ريادي مؤلف من تسعة طوابق فيها خمسة وخمسون ستوديو مصغرا سابق التجهيز أبوابه في منهاتن بحلول الخريف مازالت نيويورك متأخرة في مجال المساكن المصغرة مع أنها موجودة في كافة أنحاء الولايات المتحدة حيث تجد شقاق مصغرة قيد الإنشاء أو منتهي حديثا ويسكنها الناس في حوض بناء السفن السابق في بروكلين يعمل عشرات العمال على تشييد هذه الاستوديوهات المجهزة التي ستحمل لاحقا على متن شاحنات لتنقل إلى المبنى الواقع في شرق منهاتن وستركب هذه الاستوديوهات في خلال أسبوعين في حزيران يونيو قبل إرساء الصقف والواجهات القرميدية ووضع اللمسات الأخيرة استعدادا لاستقبال أول المستأجرين وبموجب القوانين المعمول بها في نيويورك منذ العام 1987 يحضر تشييد مساكن تقل مساحتها عن 37 مترا مربعا في جزء كبير من المدينة إن نظرت إلى الحالة التي يعيش فيها الناس وإلى الأعداد الكبيرة التي تبحث عن أماكن للسكن عندها عليك أن تفكر بأسليب جديدة للاستفادة من الأماكن الفارغة داخل المباني السكنية وتتراوح مساحة هذه الشقق بين 24 و 33 مترا مربعا وهي مؤلفة من مطبخ مصغر وأثاث وحمام ونوافذ كبيرة وواجهة زجاجية وصقف علوه مترا وتسعة وثمانون سنتيمترا ليخيل لساكنها أنها أوسع ويعيش 31% من الأشخاص لوحدهم في نيويورك وهم من الشباب والكبار في السن على حد سواء بحسب الأحصاءات الرسمية